شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة في محافظة الشرقية وهنأ الرئيس السيسي عاملات وعمال مصر الأوفياء مؤكداً أن التاريخ سجل دوماً بحروف من نور دور العمال المشهودة له في بناء الوطن على مر الزمان والعصور يسعدني في بداية كلمتي أن أتقدم إليكم جميعاً بخالص التهنئة بمناسبة عيد العمال كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في تقدم وازدهار عاملات وعمال مصر الأوفياء لقد سجل التاريخ دوماً بحروف من نور دوركم دوركم المشهود له في بناء هذا الوطن الأمين على مر الزمان والعصور فالحضارة المصرية الخالدة منذ فجر التاريخ وحتى الآن تتحدث عن تقديس العمل تقديس المصريين للعمل تقديس جعلنا اليوم نرى تلك الإنجازات الشبخة التي صنعها أجدادنا في مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم الدقيق والمعرفة العلمية وروح الإصرار والتحدي والكفاح